موسيقى لاني احاول قدر المستطع اخواني وان لم اقوم بالرد على بعض التعليقات او بعض الرسائل على الصفحة في الوقت المناسب فاعدروني لاني صراحة جد 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 منقسم بين العمل والنشر لذلك لا تنمو علي ولكن اعيدكم باني سوف ارد على كل ما قد يصلني سواء من التعليقات او على الرسائل المهم سوف انا مر الى الموضوع مباشرة اولا يجب ان تشاهدوا الشرح الى نهايته لاني سوف اذكر اشياء سوف نقوم بها في القريب العاجل حتى تكونوا في الصورة لما سوف نقوم بنشره وايضا فيما يخص هذه اللعبة يعني كيفية اللعب ومضمونها بالتفصيل لانكم كما تشاهدون الجرافيك الخاص بهذه اللعبة هو شبيه للعبة اوفرواتش كما انها هذه اللعبة ايضا بها فئة خاصة بلعبة نقول لي نقول انها اوفرواتش كما تشاهدون حاليا هذه هي فئة بطلقراوند في هذه اللعبة ولكن كما تشاهدتم قد تحولت وقامت بقتلي لاني لم اكن افهم مضمون هذه اللعبة المهم اخواني بعد الدخول يجب عليكم تشجيل اسم ورقم يعني هذا كل ما في الامر لا بريد الكتروني ولا اي شيء فقط تسجيل عادي وسوف يتم قبول اي اسم تضعه انا سوف اقوم بكتابة اسم القناة كالعادة اخواني اندرويد 18 ثم في الخانة الثانية بعد ان نقوم بالضغط على سويف هنا تقوم بكتابة رقم سري مكون من ستة ارقان فقط يعني لا سبعة ولا خمسة ستة ارقان ثم على هذا المستطيل الازرق كما تشاهدون سوف تفتح معنا اللعبة ثم نقوم بالضغط مرة تانية ايضا شاهدوا معي على هذا المستطيل الاسفر هنا كما تشاهدون في هذه الخانة من اجل اختيار شخصية اللعب الذي تريد سواء رجل او امرأة ثم في الاعلى سوف نقوم بكتابة اسم القناة هذا ايضا هو اسم اللعب الذي سوف تدخل به في هذه اللعبة هنا اصعكم باختيار العلم الاول اجل هذا انا قمت باختياري ولم افترس سوف نقوم باختياري ثم سوف اخترت شخصية سوف نختار الماء ثم نقوم بالضغط على هذا المستطيل الاسفر شاهدوا جيد اولا سوف تبدأ معك مراحل يعني شبيهة للعبة اوفرواتش وهي جميلة جدا فشاهدوا اخواني حتى الغرافي الخاص بهذه اللعبة رائع وجميل كما تشاهدون كل يعني هؤلاء الاربعة افراد سوف يقومون باللعب معك كما تشاهدون فوق رؤوسهم متلتات زرقاء فهؤلاء هم معك يعني حتى لو صوبت اليهم فهم اصدقاء سوف نذهب الى المكان الذي قاموا بتحديد عفوا سوف نتجاوز كل هذه اذن كما تشاهدون فقط صوي بناحية العدو كما تشاهدون الذي يأتي معك باللون الاحمر ثم هؤلاء كما اخبرتكم هم أصدقاء حرف الآي هو بمعنى يعني نقطة نقطة محددة التي يجب أن تكون فيها هذا اخواني حتى نكون في الصورة هذا الشرح لمن أراد اللعب في هذه النسخة أو في هذه الفئة وسوف نمر بعد هذه الفئة مباشرة إلى فئة بطل جراوند وهي تابعة أيضا لهذه اللعبة لذلك أردت أن أريكم جيم بلاي بسيط عفوا يعني أني أخطأ جيم بلاي بسيط عن هذه النسخة يعني حتى يجب أن تقوموا ب قتل كل الأداء الذين دخلوا كما تشاهدون فقط صوي بنحو العدو وسوف يتم ب حتى يجب أن تقوموا بسيط وهذا اللعب الذي دخلت به أنا ثم سوف يعيد مرة ثانية إن أردتم أضغط لايك لنفسي طبعا ثم أيضا على هذا المستطيع في الأسفل والآن إخواني سوف نشرح سوف نتجاوز هذه الآن سوف أشرح لكم كيفية الدخول إلى نسخة أو فئة بطل جراون إخواني كما تشاهدون في الأسفل المستطيل الرابع باللون الأزرق يعني ليس الأول ولكن الرابع قوموا بالضغط عليه ثم أيضا سوف نقوم بالضغط على المتالة الأسفل الذي سلف ضغط عليه مسبقا ليس هذا في الآلة حاليا هو يقوم بالعد من أجل الدخول ولكن مضمون لعبة بطل جراوند في هذه اللعبة هو أنك سوف تدخل يعني مع 23 لعب بمعنى أنك الشخص الرابع والعشرون يعني سوف فقط يفوز شخص واحد حاليا لدي بعد هذا الإصدار أضافوا 24 لعب ربما في الإصدارات السابقة أتمنى أن يقوموا بتعديل على الجودة وإضافة الجودة أكثر لأنها حتى الآن وليس بها أي عيب ولكن نتمنى أن تكون أكثر يعني كما تشاهدون هذه هي الطائرة وهذه هي الخريطة خريطة الماب أيضا سوف سوف ننزل هنا يعني نفس أيقونات لعبة سواء كانت لكن هنا كما تشاهدون ليست بالمضلة بل هناك أجنحة يعني سوف يتم فتحها عند النزول أوكي حاليا سوف تدخل للبحث عن الأسلحة وهذا ما يهم إخواني في الشرح أنه يجب أن تجد شخصية كما تشاهدون هذا الرأس يجب أن تكون بأخذه هو لشخصية وهذه الأسلحة حتى تتمكن من التغيير فشاهدوا بالضغط فقط عن تلك الشخصية قد تغيرت وآتت معي الشخصية التي سوف أحارب بها لأني إخواني يعني ربما لو لم أذكر كيفية اللعب أعتقد أنكم سوف توجهون مشاكل عدة حاليا هناك عدو حاليا هذا الشخص هو يبحث حاليا عن الأسلحة عن الأسلحة والشخصية التي سوف يتقمصها كما تشاهدون لكن لن نتركه يحصل عليها تعال 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 يس كما تشاهدون بعد قتلي سوف تحصل على يعني نفس مضمون على لعب بطلقراون سوف تحصل على كل ما قد أخذه هذا الشخص وأيضا يعني حتى الماب الذي يجب أن تتعوي سوف أعيد الشخصية الافتراضية وهذا من أجل يعني أن أسرع قليلا كما تشاهدون هذه الشخصية التي هي معي يجب أن نتبع الخريطة التي حتى يعني نتفادع الغاز السام الذي هو موجود في كل ألعاب بطلقراوند والدخول إلى الضائرة التي سوف نجتمع فيها من أجل أن يبقى شخص واحد كما تشاهدون أيضا إخواني حتى الغرافيك جميل جدا أيضا إخواني حتى الأنسى فقط بالنسبة للعبة سوف تكون هناك حلقات وبط مباشر لهذه اللعبة في الأيام المقبلة لأنه إخواني إن وجدتم وصلكم شعار تلك اللعبة لذلك أخبرتكم بأن تقوموا بتفعيل زر الجرس يعني حتى تتوصلوا بكل ما قد أنشره في حال وصلك يعني إشعار أني قد دخلت وأقوم ببط مباشر للعبة روس أفسر بفلي سوف أختار في كل مرحلة أقوم بها سوف أختار أشخاص أو كل من يرسل لي دعوة سوف أقوم بقبولها للعب معا وأقوم بتصوير الفيديو على المباشر وسوف يعني يترك على القناة يعني سوف كل من يلعب سوف يشاهد اسمه على هذه القناة يعني كل من يشارك اللعب معي حسنا سوف أخذ هذه إذن كما تشاهد لك شخصية هذه القنضة ألا ما أظن أوكي لكن فقط هي لا توجد بها حقائب يعني كالسالف أوكي سوف نبحث هنا حاليا أنا قد حصلت على شخصية واحدة فقط ولكن أتمنى أن نحصل على شخصيات أخرى أخواني لست أدري أنا أخذ كل ما أجده خاصة لما تشاهد الأسلحة والدواء فهذا هو كل ما في الأمر أيضا هي موجودة هنا ولكم أن تحكموا يعني حتى الغرافيك جميل جدا لهذه اللعبة وحجمها حتى لا أنسى إخواني حجم اللعبة هو يعني بعد التثبيت سوف يتجاوز الواحد جيجا بايت يعني حتى نكون في الصورة أوكي هذه الأشياء لا يمكنني أخذها لست أدري لي ما لكن إخواني أنا أقوم بالتصوير واللعب أوكي أيضا هناك رصاصة جيد هناك شخصية أخرى إخواني كما تشاهدون وأنصحكم بهذه الشخصية هناك شخصية أخرى يعني أنت أثناء اللعب فلو نفد منك الرصاص في شخصية يمكنك استبدالها بشخصية أخرى يعني وأخذ سلاح الشخصية التي تقمصتها الحين يعني حتى تتمكن أظن أنه هناك عدو وكي سوف نأخذ الأسلحة ثم نذهب في اتجاهه كما تشاهدون إذن هذا أظن أنه بعيد لم يتم سوف نذهب أيضا إخواني بالنسبة للتصوير فقط هي سوف نقوم بالرمي عليه بنفسنا هناك شخص في الأعلى سوف ندخل حتى نشاهد من هو الذي نقوم بالرمي عليه هناك شخصية أخرى أيضا أظن أن هذا الشخص هو من كان يرمي عليه بالرصاص يعني حاليا كما تشاهدون في الأعلى إخواني قد تبقى خمسة أشخاص شاهدوا معي من أصل هو قادم إلينا لماذا أخبرتكم أنه حتى الشخصيات تلعب دورك كما تشاهدون هذا الشخص حاليا كما تشاهدون إخواني هذا الشخص لديه فقط سيف يعني لا يمتلك الأسلحة في هذه الشخصية أختبئ هذا المهم يعني حتى كما تشاهدون قد نفذت مني يعني قد نفذ مني الرصاص ولكن يجب أن أغير هذه الشخصية كما تشاهدون يجب أن ندخل إلى السيف زون السريعة 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 وهو كما تشاهدون حتى أني أسمع خطوات هذا العدو خلفي هناك أيضا سوف نقوم بتغيير الشخصية جيد يس والغضايا كما تشاهدون يعني قام باتباعنا يجب أن نقضي عليه يس 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 جيد إذن كما تشاهدون سوف نأخذ أيضا ما يمتلكه في هذا الصندوق الدواء الدواء سوف نأخذ الدواء هنا إخواني تبقى يعني شخصين وأنا الثالث سوف نأخذ كل هذا الدواء حتى نعيد اللاعب الخاص بنا إلى طبيعته إخواني أيضا حتى إن كنتم تودون عن ألعاب أخرى من أجل أن نقوم ببت مباشر لها وتركوها أيضا في التعليقات لأنه يعني يوم أمس فقط كان بت تجريبي لأني حاليا لم أجد التطبيق المناسب يعني الذي قد يخدمني في البت المباشر يعني قمت بتحميل تمانية تطبيقات ولكن لم أجد التطبيق المناسب بشكل كبير جدا لذلك يعني سوف أجتهد حتى أجد ما يناسبني وما يناسب القناة حسنا إخواني تبقى شخص واحد أو شخص واحد يعني سأدري هل سوف يظهر هنا حسنا أوكي أوكي سوف ندخل من هنا أم 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 لا يمكننا الصعود أوكي سوف ننزل أوه 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 المهم إخواني كما تشاهدون يعني المرتبة الثانية المهم إخواني لا نقطع لعليكم إن أعجبك الفيديو والشرح أخي لا تبقى لعلي بالضغط على زر اللايك والاشتراك من القناة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة